بما انك دلوقتي انت لسا مخلص حفل العلمين وشايف ردود الافعال بتاعت الناس في الحفلة كانت عاملة ازاي وناس يعني متشوقة انها تشوف المهرجانات والنوع ده من المهرجانات وننشوف حكيم والاغنية المصرية الشعبية ممثلة في مهرجانات كبيرة زي دي شايف احنا ممكن ده يفيدنا ازاي لو قررنا التجربة دي في محافظات تانية ده لازم واساسي ومهرجان العلمين يكون نواة ينبسق منها كذا مهرجان يعني لو قلنا ده نواة زي كتير من المهرجانات في الدول العربية زي كارتاج مثلا كارتاج بيطلع منه بتاعة حوالي 30 مهرجان لو مهرجان العلمين يعني اتأسس كده وتولد كده وبقى حاجة جامدة كده وطلع منه كذا مهرجان مثلا لو رحنا سهيج لو رحنا المينيا لو رحنا اسوان لو رحنا بني سويف لو رحنا الشرقية لو رحنا المنصورة لو رحنا الاهلية الغربية يعني نلف في كل المحافظة السويس بورسعيد يعني المفروض يبقى فيه في كل بلد مهرجان ويمكن انا اقترحت اقترحت من فترة كده ان كل محافظة يبقى فيها مسرح زي بتاع مارينة هنا زي اسوة بالرياضة كل محافظة وفيها استاد طيب كل محافظة يبقى فيها مسرح ما دي العدالة الثقافية اللي احنا طول الوقت بنوزي بها ولما اهلينا في السعيد بيكون في حفلات بنشوف الناس عيونها في البلاكونات وقفة بتنور من الفرحة بالموسيقى بالزبط كفرحانين في ناس ما تعرفش يعني ايه المسرح ده اللي احنا عاملينه والإضاءة والصوت ولا في ناس في السعيد معرفوش معرفوش ده